اعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع درس جديد بعنوان الطاقة في التفاعلات الكيميائية من دروس الصفة الثالثة الاعدادي الجزء الثاني اهدافنا لهذا اليوم ستكون كالتالي عليك عزيز الطالب ان تعرف ما المقصود بالتفاعل الماص للطاقة مع اعطاء امثلة لتفاعلات ماصة للطاقة عليك ان تعرف ما المقصود بالتفاعل الطارد للطاقة مع اعطاء امثلة لتفاعلات طاردة للطاقة كذلك عليك أن تميز بين التفاعل الطارد للطاقة والماص للطاقة أثناء كتابة التفاعل الكيميائي وأخيرا تقارن بين التفاعل الطارد والماص للطاقة من حيث طاقة المتفاعلات والنواتج والأكثر استقرارا مع مثال لكل نوع لابد لنا وأن نتذكر ما سبق تعلمه من سلسلة النشاط الكيميائي حيث يوجد لنا هنا تفاعل عنصر مع مركب فمن خلال سلسلة النشاط الكيميائي اكمل عزيز الطالب المعادلة الآتية مع وزنها مع مثالا آخر حيث نجد في هذا المثال وجود مركب كربونات الصوديوم مع مركب كلوريد الكاليسيوم أولا سنلاحظ أن الصوديوم والكاليسيوم في سلسلة النشاط التالي وجودهما هنا الكاليسيوم الصوديوم هنا لنلاحظ بأن الكاليسيوم يوجد أعلى الصوديوم في سلسلة النشاط إذن الكاليسيوم أعلى نشاط كيميائي من الصوديوم فسيحل محل الصوديوم ليحدث لنا إحلالا مزدوج فسنحصل على التالي سي اي سي او ثري لأن السي اي اكثر نشاطا من الصوديوم فسيحل محل له وبالتالي فإن الصوديوم سيحل محل الكاليسيوم لينتج لنا ان اي سي ال لابد لنا وأن نستفيد من الجدول الموجود أمامنا بحيث نلاحظ بأن تكافؤ الكاليسيوم ثنائي وتكافؤ الكربونات ثنائي فهنا في كربونات الكاليسيوم عندما تكون التكافؤات متساوية لا تذكر في الصيغة الكيميائية فنكتفي بهذا الشكل كربونات الكاليسيوم بالنسبة الى كلوريد الصوديوم ايضا تكافؤ الصوديوم احادي وتكافؤ الكلور احادي فأيضا سنكتفي بهذه الصيغة دون وضع اي ارقام لأن الارقام هنا متماثلة الآن نلاحظ المعادلة هل هي موزونة ام لا لأن ذكر في السؤال مع وزنها فلابد ان نلاحظ في البداية كم عدد ذرات الصوديوم سنلاحظها عدد ذراتها اثنان نلاحظ هنا في النواتج بأن عدد ذرات الصوديوم احادية إذا نقوم بوضع المعامل التالي لوزن المعادلة والمعامل الذي سأضعه هو اثنان فنلاحظ الآن عدد ذرات الصوديوم ثنائية عدد ذرات الصوديوم هنا ثنائية أيضا نلاحظ هنا الكلور ثنائية كذلك المعامل يتوزع بداخل المركب ليعطينا ذرتان أيضا من الكلور أما بالنسبة إلى الكربونات فهي كما هي متزنة إذن المعادلة في هذا الشكل متزنة اليوم سنتكلم عن موضوع جديد وهو موضوع الطاقة في التفاعلات الكيميائية حيث أن التفاعلات تستطيع أن تمتص أو تقوم بتحرير أنواع عديدة من الطاقة منها الطاقة الكهربائية الطاقة الضوئية الطاقة الصوتية ثم الطاقة الحرارية سنذكر الآن أنثلة على تفاعلات ماصة للطاقة منها تفاعل كسر جزيئات الماء فلكسر جزيئان من الماء نحتاج إلى طاقة كهربائية نحصل عليها من تلك البطارية فنوع الطاقة التي سأحصل عليها الطاقة الكهربائية التي تقوم بتكسير جزيئات الماء إلى جزيئان من الهايدروجين وجزيء من الأكسجين فكما نلاحظ الخلية هنا تم توصيلها ببطارية فعندما نصل البطارية الطرف الموجب بهذه الأنبود سنلاحظ هنا تصاعد غاز الأكسجين وغاز الأكسجين طبعا شحنته سالبة سيتصاعد عند القطبة الموجب أما بالنسبة إلى القطبة السالب فسيتصاعد لنا هنا غاز آخر وهو غاز الهايدروجين وبالتالي سوف نقوم بتكسير جزيئات الماء إلى غاز الأكسجين عند الطرف الموجب وغاز الهايدروجين عند الطرف السالب هذا مثال على امتصاص الطاقة في التفاعل الكيميائي يوجد لدينا أيضا مثال من الحياة وهو مثال حول الكمادات الباردة كما نلاحظها هنا في الصورة حيث أن الكمادات الباردة يوجد داخلها ماء تنغمر فيه حافظة تحوي على مادة يطلق عليها نترات الأمونيوم كما هو موضح لنا هنا بالشكل والصيغة الكيميائية إلى نترات الأمونيوم هي كالتالي نترات الأمونيوم فعند تهشم هذه الحافظة تدوب نترات الأمونيوم داخل الماء مما يؤدي إلى امتصاص حرارة من البيئة المحيطة أو جلد الشخص المصاب فنحن كما نعرف أن الشخص الذي ترتفع درجة حرارته يقوم بوضح تلك الكمادة وذلك لتنخفض درجة حرارته حيث أن الكمادة تقوم بامتصاص تلك الحرارة لأن هناك تفاعل كيميائي يحدث وذلك من خلال دوبان نترات الأمونيوم في الماء داخل الكمادة الباردة لذلك نلاحظ هنا وجود سهما كبير يمثل لنا تحرر الطاقة لاحظوا معي هنا بأن هذا التفاعل نتجت عنه طاقة وهذه الطاقة تأتي نتيجة لتكسير الروابط في المتفاعلات فهذه الطاقة التي نتجت نتيجة لتكسير تلك الروابط والتي نعرف بأنها تمتلك طاقة عالية في المتفاعلات لنذكر الآن أمثلة من الحياة فمثال واحد على تحرر الطاقة للتفاعل الكيميائي وهو الحاصل في الطاقة الصادرة عن شعلة اللحام كما نلاحظ في الصورة حيث تتحرر لنا طاقة عند اتحاد غاز الهايدروجين والأكسجين لإنتاج الماء كما هو في التفاعل التالي فهذا التفاعل نعيده مرة أخرى تفاعل جزيئان من الهايدروجين مع جزيئ من الأكسجين ليكون لنا جزيئان من الماء وتتحرر لدينا هنا طاقة وكما نعرف الطاقة المتحررة لها أنواع قد تكون كهربائية أم ضوئية أم صوتية في هذا التفاعل نتجت لنا هنا طاقة ونوعها حرارية هذا مثال على تحرر الطاقة دائما نركز بأن تحرر الطاقة الطاقة الناتجة تكون في النواتج وليس في المتفاعلة أيضا يوجد لدينا هنا مثال آخر تحرر الطاقة للتفاعل الكيميائي كما يحدث في الاحتراق حيث أن الاحتراق يتم في وجود غاز الأكسجين ورمزه الكيميائي أوتو نلاحظ هنا في عدم وجود الأكسجين لا يحدث احتراق ولكن في وجود الأكسجين هنا حول الشمعة سنلاحظ الاحتراق يتم ومن نواتج عملية الاحتراق طاقة حرارية وضوئية أيضا طاقة ضوئية وطاقة حرارية وأيضا ينتج لنا ثاني أكسيد الكربون وينتج لنا أيضا ماء هذه هي الصيغة الكيميائية لثاني أكسيد الكربون وهنا ماء لنلخص أعزائي الطلبة ما تم تناوله فيما سبق حيث أن التفاعل الماص للطاقة والتفاعل الطارد للطاقة يختلفان في الاستقرار في المتفاعلات والنواتج وأيضا في الطاقة للروابط أيضا للمتفاعلات والنواتج حيث أن التفاعل الماص للطاقة يكون